بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب و الطالبات سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و حياكم الله تعالى و بياكم و أهلا و سهلا بكم معنا في درس متعلق بالتفسير درسنا لا يزال مع سورة الحجر و مع آيات كريمات من هذه السورة أتلوها على مسامعكم ثم أقف و إياكم مع شيء من معانيها ثم نتأمل و إياكم و نستخرج و نستنبط أبرز الفوائد و الأحكام من الآيات الكريمات فكونوا معي و لكن قبل ذلك أقف و إياكم على أبرز و أهم الأهداف المرسومة لدرسنا إذن على بركة الله جل وعلا درسنا في هذه السورة سورة الحجر من الآية السادسة عشرة حتى الآية الثانية والعشرين من هذه السورة على بركة الله تعالى إليكم أبرز و أهم الأهداف المرسومة لدرسنا أول هدف أسمو و إياكم إلى تحقيقه أن يتلو الطالب و كذلك الطالبة الآيات تلاوة صحيحة و نؤكد دائما على هذا الهدف لأنه هدف الرئيس مهم ينبني عليه فهم كلام الله سبحانه و تعالى فلا بد للطالب و الطالبة أن يقرأ الآيات كراءة صحيحة سليمة من اللحن الجلي و كذلك من اللحن الخفي أيضا من الأهداف أن يتعرف الطالب و الطالبة على معاني الكلمات هناك كلمات قد تكون غريبة على الطلاب و الطالبات فيتعرف على معاني الكلمات حتى يكون عنده الفهم تاقب بإذن الله و تعالى يستعين بالله و تعالى ثم بفهمه هذه المعاني على الاستنباط و هذا هو الهدف الثالث أن يستمد الطالب و الطالبة أهم الفوائد و الأحكام من الآيات الكلمات إذن هذا ما يتعلق بأهداف درسنا بعد هذا نأتي و إياكم للدخول في جو درسنا الممتعي بإذن الله و تعالى مع هذا التمهيد و التوطئة و المدخل و هو أن نحاول إيجاد أو جف الربط بين آيات الدرس و ما قبلها سبق أن أخذنا آيات قبل هذه الآيات و هذا ما يسمى عند علماء التفسير بعلم المناسبة لأن الآيات ترتيبها توقفي من قبل النبي صلى الله عليه و سلم فما الرابط أيها الطلاب و الطالبات بين الآيات التي معنا و بين ما سبق من آيات في هذه الصورة الرابط هو أن الله تعالى لما ذكر شدة عتو الكافرين و مكابرتهم في الآيات السابقات التي درستموها سابقا أتبع ذلك في الآيات التي معنا بذكر الدلائل و الآيات على عظمته و تمام قدرته و سابق نعمه و على صدق ما جاء به جاءت به الرسل عليه السلام إذن هذا هو الرابط و هذه المناسبة بين الآيات التي معنا و الآيات السابقة التي درستموها بعد هذا كونوا معي أيها الطلاب و الطالبات للوقوف على الآيات الكريمات التي معنا أتلوها على مسامعكم في تدبر و إنصات و استماع لكلام الله سبحانه و تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا و زيناها للناظرين و حفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين و الأرض مددناها و ألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كل شيء موزون و جعلنا لكم فيها معايش و من لستم له برازقين و إن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم و أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقيناكم و ما أنتم له بخازنين إذن أيها الطلاب و الطالبات استمعتم للآيات الكريمات و هي آيات جديدة بالتأمل و التدبر و النظر في معانيها لما فيها من المعاني العظيمة التي ينبغي للطالب و الطالبة أن يتأملها أقفوا إياكم أيها الطلاب و الطالبات مع أبرز و أهم الكلمات و التي قرأناها في الآيات عندنا قول الله تعالى بروجاً ما المراد بالبروج هنا منازل للكواكب السيارة فالبروج إنما سميت بروجاً لارتفاعها و المراد بها منازل للنجوم إذن قول الله تعالى إلا من استرق السمع ما المراد باستراق السمع هنا المراد به اختلس الأخبار من الملأ الأعلى وهو ما يكون من الجن من استراق السمع و أخذ الأخبار من الملائكة عليهم السلام في قوله تعالى فأتبعه شهاب أي أدركه و لحقه شعلة من نار تصيبه قبل أن يتلقف الخبر في قوله تعالى و ألقينا فيها رواسية ما المراد بالرواسي أيها الطلاب و الطالبات نعم جبالاً ثوابت تحفظ الأرض كي لا تميد أي لا تطلب في قوله سبحانه و تعالى و أنبتنا فيها من كل شيء موزول ما المراد بقوله تعالى موزول يعني مقدر بحد معلوم قدره الله سبحانه و تعالى في قوله جل وعلا و إن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننزله ما المراد بقوله و ما ننزله أي ما ننزل المقدر من كل شيء من مطر و غيره إلا بقدر معلوم فالله تعالى يقدر الأقدار و ينزلها على عباده حسب مشيئته و حكمته جل وعلا إذن أيها الطلاب و الطالبات هذه أبرز الكلمات التي وقفت و إياكم معها كونوا معي بعد هذا للوقوف على اختيار الموضوع المناسب للآيات في نظريكم أيها الطلاب و الطالبات ما الموضوع الذي تترونه مناسبا مختارا للآيات التي تلوتها على مسامعكم و قفت و إياكم على شيء من معاني كلماتها أحسنتم نعم الموضوع هو بيان عظيم قدرة الله تعالى و جميل خلقه فهذا يكاد يكون هو محور الآيات التي تلوتها على مسامعكم بعد هذا أيها الطلاب و الطالبات نأتي أيضا إلى الوقوف على مزيد من الكلمات في بيان معانيها حتى نزداد فهما للآيات الكلمات هنا عندنا قول الله تعالى و الأرض مددناها ما المراد بقوله مددناها نعم أحسنتم المراد به بسطناها فالمده و البست فمددها يعني بسطها في قوله معايش ما المراد بقوله تعالى معايش نعم أحسنتم أي ما تعيشون به في هذه البسيطة في قوله تعالى بقدر معلوم ما المراد بقوله بقدر معلوم نعم من غير زيادة ولا نقصان و إنما قدر مناسب لعباده و هذا يدل على كمال عدره و حكمته سبحانه و تعالى بعد هذا أيها الطلاب و الطالبات كنوا معي لاستخراج و استنباط الفوائد و الأحكام من الآيات الكريمات و هذا هو المقصود و دائما و أبدا على الطالب و الطالبة و كل مسلم و مسلمة أن يعمل ذهنه و فكره في الآيات و يستنبط و يستخرج المعاني و الأحكام عندنا هذه الفائدة المستنبطة من الآيات بيان مظاهر قدرة الله تعالى في خلق السماء و منازل النجوم و الكواكب الناظر أيها الطلاب و الطالبات إلى هذه السماء السماوات السبع و الطباق و ما في السماء الدنيا من تلك النجوم السيارة و قد زينها الله تعالى بهذه النجوم جعلها زينة للسماء و جعلها علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر و البحر يرى أن ذلك خلق عظيم دال على عظمة الله سبحانه و تعالى أيضا أيها الطلاب و الطالبات من الفوائد سعي الشياطين إلى استراق السمع لماذا؟ لمعرفة شيء من أمور غائبة للأجل ماذا؟ لاستغلاله في إضلال بني آدم هدفهم من الاستراق هو إضلال بني آدم كما جاء في الحديث قال تلك الكلمة يلقيها الساحر يلقيها الشيطان على من تحته ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها إلى الساحر فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال كذا في يوم كذا و كذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي قال يصيب في واحدة و يخطفي تسع و تسعين كلمة و هذا من هوس الناس في الكذب و اغترارهم بالشياطين و الكهان و العرافين و السحرة و غيرهم هذا ما يتعلق بهذه الفائدة أيضا من الفوائد تسخير الله تعالى للشهب و جعلها حرسا للسماء من الشياطين المردة لألا يستمعوا إلى الملأ الأعلى فالله تعالى حافظ الوحي المبين بهذه الشهب التي تصيب هؤلاء الجن و قد يقول قائل إذا كانت الشهب تصيب الجن فمن الذي يجعل الكلمة من الوحي تصل إلى الساحر أو الكاهن قد يصيبه الشهاب قبل أن يلقيها إلى من تحته و قد يلقيها إلى من تحته قبل أن يصيبه الشهاب فتصل الكلمة إلى الساحر أو الكاهن و مع هذا لا يجوز أبدا تصديق السحرة ولا الكهان ولا المنجمين ولا العرافين نأتي أيضا إلى مزيد من الفوائد المستنبطة المستخرجة من الآيات الكريمات هنا فائدة أيضا مهمة ضعف الشياطين و عدم قدرتها على حماية أنفسها من الشهب المحرقة لأنها تصيبها ولا تستطيع دفع هذا الشهاب و هذا يدل على أن الأمر كله بيد الله لأن المرء قد يخاف من الجن أو الشياطين و لا يجوز لإنسان أن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافوني إن كنتم مؤمنين أيضا من الفوائد المستنبطة أيها الطلاب والطالبات عظيم قدرة الله تعالى في خلق الأرض وتهيئتها لماذا؟ ليتمكن الناس من العيش عليها جعلها مبسوطة ممدودة مهادا فراشا حتى يسهل بإذن الله تعالى السير عليها كما قال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كنوا من رزقه و إليه النشور أيضا أيها الطلاب والطالبات نأتي بعد هذا إلى هذه الفائدة المستنبطة من الآيات و هي خلق الله الجبال لاستقرار الأرض و عدم اضطرابها لألا تميد لألا تضطرب فهي جبال راسيات راسخة يثبت الله جل وعلا بها الأرض كما قال والجبال أوتادا فجعل الجبال كالوتد و ما من جبل إلا وتحته مثله تحت الجبل نظيره وتدن يثبت الله جل وعلا به هذه الأرض التي نعيش عليها لألا تطلب و لألا تهتز و هذا من عظيم صنع الله سبحانه و تعالى و بديع خلقه نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى مزيد من الفوائد المستنبطة و في عيش ممتع و جو كريم مع الآيات التي معنا و مع هذه الفائدة تذكير الإنسان أن الرازق الحقيقي هو الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فابتغوا عند الله الرزق لكن الخلق أسباب بذل أسباب مطلوب فأنا أسعى في الأرض أعمل أبحث عن العمل لكن الرازق هو الله سبحانه و تعالى لذلك نطلب الرزق من عند الله جل وعلا نبدو الأسباب و نتوكل على مسبب الأسباب سبحانه و تعالى أيضا من الفوائد أيها الطلاب و الطالبات كثرة خيرات الأرض و احتواؤها على أسباب الحياة كافة فبحمد الله تعالى ما في الأرض من نعم وأقوات و أرزاق هي كافية و لذلك علينا أن نحضر من تلك الدعايات التي تنادي بأن السكان قد كثر و إذا كثر السكان فإن الموارد لا تكفي و هذا كلام خطير و على المؤمن و المؤمنة أن يثق بالله تعالى و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين فثق بالله تعالى و توكل عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله أكمل لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو أي في الصباح تغدو خماصا جائعة و تروح في المساء بطانا ما الذي فعلت هذه الطيور غير أنها فعلت واحدة من الأسباب و هو خروجها و غدوها في الصباح بحثا عن الرزق فالله تعالى قد أعطاها الرزق و رجعت في المساء و هي قد شبعت بحمد الله تعالى فعلينا أن نبدو الأسباب و أن نتوكل على الله جل وعلا في أرزاقنا و أقواتنا و جميع أمورنا و على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أيضا أيها الطلاب و الطالبات مع هذه الفائدة من الآيات الكريمات قدرة الله تعالى على إيجاد الإنسان من العدم فالله تعالى خلقنا من العدم خلق أبانا آدم من لا شيء كما قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالذي خلق الإنسان من عدم قادر على خلقه و إيجاده بعد أن يموت و هو البعث بعد الموت أيضا أيها الطلاب و الطالبات مع هذه الفائدة من الآيات الكريمات حكمة الله تعالى في إيجاد الأشياء بقدر معلوم لأن الله تعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده أكملوا لبغوا في الأرض و لكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فقد يقول بعض الناس لماذا الله تعالى قد جعل هذا فقيرا معدما و ذاكا غنيا هذا تبع لحكمة الله سبحانه و تعالى و إلا فإن الله تعالى قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء و لكن الله تعالى حكيم عليم ينزل بقدر معلوم فعلى العباد أن يثقوا بالله تعالى و يؤمنوا به و يتوكلوا عليه سبحانه و تعالى نأتي أيها الطلاب و الطالبات إلى هذا النشاط بعد أن استمتعتوا و إياكم بحمد الله تعالى مع جملة من الفوائد و الأحكام هنا ارجع أيها الطالب و الطالبة إلى سورة الأنعام من الآية السابعة و التسعين في قوله جل وعلا و هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر و البحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون و هذه السورة التي معنا الحجر في الآية السادسة عشرة و السابعة عشرة و نحاول جميعا استخراج الجامع بين هذه الآيات ما الجامع بين الآيات التي تلوناها قبل قليل و تأملنا معانيها و استنبطنا شيئا من فوائدها و أحكامها و بين الآية التي أمامكم على الشاشة في تأمل ندرك أن الجامع بينها هو أن الله تعالى خلق النجوم لثلاث غيات كما قال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله النجوم لثلاث ما هي الثلاث؟ زينة للسماء فهي زينة للسماء و أن ترى في الليل و ذلك الجمال الذي يكسو السماء بالنجوم المتلألئة فهذا من حكم الله تعالى في خلق النجوم أيضا رجوما للشياطين فهي شهب يرجم بها جل وعلا الشياطين لأن لا يستدق السمع و ثالثا علامات يهتدي بها المسافرون و لهذا قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ و أضع نصيبه التعلق بالنجوم أو الاستسقاء بالنجوم أو اعتقاد أن للنجوم يتأثيرا في المطر أو في الرياح أو في غيرها فهذا باطل و إنما هي أسباب جعلها الله جل وعلا و هو الخالق سبحانه و تعالى و هو مسبب الأسباب جل جلاله إذن هذا ما يتعلق بهذا النشاط نأتي بعد هذا أيها الطلاب و الطالبات إلى نشاط آخر نزداد به تأملا و تدبرا و تفكرا في الآيات الكريمات هنا تأمل آيات الدرس و الآية الحادي والأربعين و الثاني والأربعين و في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم هذه في الذاريات دون الفرق بين الريح و الرياح في هذه الآيات هنا قال الريح العقيم و معنا في الحجر قال و أرسلنا الرياح ما الفرق بين إطلاق الريح و إطلاق الرياح الجواب ما هو أيها الطلاب و الطالبات الجواب الرياح تكون محملة بالمياه و تأتي بالخير دائما الريح تكون غانبا محملة بالعذاب و تأتي بالعقاب دائما و بعض العلماء يقول أن الريح تأتي بالعذاب و قد تأتي بالرحمة لكن القرآن الكريم الغالب على إطلاق الرياح أنها في الخير و في المطر المبارك و الريح في سياقات القرآن الكريم إنما تأتي بالعذاب الذي يعاقب الله جل وعلا به المكذبين المعاندين هذا ما يتعلق بهذا النشاط ثم نأتي و إياكم إلى نشاط آخر كونوا معي و الطلاب و الطالبات دون من خلال الدرس الآية ذات الصلة بالآيات الواردة في اليدول عندنا العبارة و عندنا الآية الدال عليها أول عبارة تهيئة الله الأرض للخلق ما الآية التي مرت معنا دالة على هذا المعنى هي قوله سبحانه و تعالى و جعلنا لكم فيها معايش العبارة الثانية حكمة الله تعالى في إيجاد الأشياء بقدر معلوم ما الآية الدالة على هذا المعنى هي قوله تعالى و ما ننزله إلا بقدر معلوم العبارة الثالثة بيان قدرة الله تعالى وعظم صنعه ما الآية الدالة على هذه العبارة؟ نعم أحسنتم هي قول الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ العبارة الرابعة قدرة الله تعالى على خلق الأشياء من العدم ما الآية التي مرت معنا دالة على هذا المعنى؟ أحسنتم هي قوله سبحانه وتعالى وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتِ فهو جل وعلا يحيي الموتى سبحانه وتعالى إذن هذا ما يتعلق بهذا النشاط المتعلق بالآيات الكريمات بعد هذا أيها الطلاب والطالبات آتي وإياكم إلى ختم درسنا بعد أن طوفت وإياكم في متعة وتأمل وتدبر لآيات القرآن الكريم أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيبة المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته